اه في الاطفال فيه في الاطفال فيه لو اعتبرنا مطرح الحتة بتاعت الكفولة ديت وكده اه اللي هي بنسميها احنا نبكن درماطايتس يعني الخفضات هل دي ممكن تعمل؟ اه ممكن تعمل لو تثابت كتير لو تثابت مدة كبيرة هيحصل التهاف في المطرح ده من الخوف طيب وحعرف من ايه مية لمية لما الهانم الهانم بتنم من بدري من بعد المسلسل تسيب البابي لحد الصبح برحته للغاية الصبح هتلاقي الدنيا التهب بقى يعيط يا دكتور عادي دلوادي ما يعيطس احنا نايمين تقول لي ما انا بتعف مش عارف ايه اول كلمة تقول لي ما انا طول اليوم شغالة وده ما له اول طفل ده فلما تيجي الصبح انا بس كل البطل منها ان مرة في نص الليل مرة واحد تقوم تبص على الحفظات وتشيلها وتحط صحيح على فكرة غالية برضو انا بعذورهم ليه انها لما تستهلك عدد من حفظات غالية غالية فعلا هل اللي مشى احسن في حالة حدوث الاجزيمة دي والالتهاب ده يبقى القماش احسن القماش احسن ليه لانها لما بيلزقوها من عند البط ساعات الحتة دي مطرح اللازق ده يوم عامل التهابات فضروري نخلينا في القطنيات يبقى دي اول نوع من انواع الاجزيمة اللي بتيجي في الاطفال في نوع تاني بقى انت يا دكتور بتنادي بزمان بقى زي ماما وجدتي كده هي القطنة والقماش وده يحزب شوية وده الخيصة ببلاش لانها هتبقى محضراله خمسة ستة سبعة بس هي تقوم مرة واحدة بالليل تثبت المنبه وتقوم علشان الدنيا تمشي طب تدهن له ايه مش عايزين كورتيزون اي حاجة فيها زنك هتدهن في الكفولة كده مطرح الكفولة كده الدنيا هتمشي حلو خالص والولد حرام أصلا انت لو تشوفيهم هما بيعيطوا من الالتهابات دي حاجة بتبقى متعبة قوي هل كمان فيه نوع تاني اه فيه نوع تاني بالنسبة للأطفال اه اللي بنسميها الكريد الكاب بيبقى ييجي عند الهنة دي حتة بيبقى فيه قشر كتير ونازل عنده كده ده الكريد الكاب ده برضو اللي هما بنسميهم ذوي البشرة الضهنية ذوي البشرة الضهنية وعندهم قشر فالدنيا تبقى تلاقوها ملتهبة هنا بقى مش عايزها تحط اي حاجة الا حاجة واحدة بنقول ايه حتة قطن او حتة شاشة كده وتحط فيها زيت زتون دافي خفيف تحط صبحها فيه كده تلاقيه دافي تقوم حطها وتقوم حطها في الحتة اللي هي فيها قشر دي كده علشان لما يتشال من غير مشاكل انما ولا كورتزون ولا اي حاجة تاني حتى كمان في المكان اللي عند الحفاظة كمان يا دكتور فيه ناس كتير بيجيب مراهم وكريمات بيبقى فيها كورتزون ده غلط على الطفل غلط هتلاقيه ادي 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 نوعين فيه نوع تالت بيجي في الاطفال بنسميها التأتبي اجزيمة وتلاقي خدودهم حمرة جدا ديه اللي خدودهم حمرة اوي 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 هما الامهات برضه بيفتكروها صحة وقال يخافوا من الحسد لا هي مش صحة ولا حاجة ده هي ملتهبة هنا كده الخد ده احمر والخد ده احمر من الاجزيمة اللي احنا بنسميها التأتبية او الاجزيمة بتاعة الجفاف الوراثي بنسميها احنا اتوبيك درماطي بيبقى عنده احساس بالهرش الطفل مرعب مرعب ودي برضه ممنوع فيها الكورتزون انما ضروري ندهن الكريمات اللي هي المرطبة المرطبة ودي الكريمات المرطبة هتلاقي الدنيا تحسين ادخال مع الكريمات المرطبة